كيف تكون المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة من الله لهذه الأمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو ليس رحمة للمؤمنين فحسب بل للعالم كله ومحبته واجبة شرعا على الإنسان أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وروا الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال له عليه الصلاة والسلام حتى من نفسك يا عمر فقال عمر والله إنك الآن أحب إلي من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر فمحبته عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم لأنه هو الذي هدان الله به من الضلال وأنقذنا به من الجهل فلا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا عنه ومحبته تكون بالقلب وباللسان وبالأفعال فالإنسان عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه فيما أمر به لأن طاعته عليه الصلاة والسلام واجبة وهي سبب للنجاة من المهالك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فعلى المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يظهر على أقواله وعلى أفعاله وذلك باتباع ما جاء به يأتمر بما أمر الله به وما أمر به رسوله وينتهي عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله واتباعه سبب النجاة سبب النجاة في الدنيا والآخرة ولهذا فلا يجوز للإنسان أن يخالف ما أمر الله به وما أمر به ورسوله ثم محبته تكون باتباعه في الأوامر والنواهي وعدم الخروج على ذلك أو الإحداث والابتداع في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ آخر من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ولذلك لا يجوز الابتداع في الدين والزيادة في أمور لم يأتي بها نص من كتاب أو سنة ولم يفعلها أصحابه عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من هذه الأمة ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الابتداع أياً كان ذلك الابتداع فقال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فعلينا أن نكون متبعين لا أن نكون مبتدعين ولا نغتر بما يفعله بعض الأشخاص من مخالفات فكثير من الأشخاص يقعون في أخطاء كثيرة والنجاة النجاة في التمسك بكتاب الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وما سلكه وطبقه أصحابه الأماجد والسلف الصالح من هذه الأمة